نذكروا ساعة أولاً اللي القضية هذية عليش نحب التفكير هذية على خاطر نحب نقول ديمة دويم ينقى برخام ولي تبدأ عنده قضية عادلة يجي نهار وتنتصر تلقى تلك القضية العادلة رغم كل ما ينجم يتعرض للقضية هذية قامت بها فاطمة المسدي هذية التفكير لازم يتم وفاطمة المسدي تتفكروا تلك الحملة الحملة التي تعرضت لها متع التهكم والتشكيك وغير ذلك كيف عملت القضية هذية ويضحكوا عليها ومتع ما فهمش يحبوا يخرجوها مهبولة كما حابوا يخرجونا خاطر صارت من عاش كنت تتفكروا كل حد يخرج يقول مثلاً ظلعوا في التسفير ولا ظلعوا في الإرهيب يحبوا يخرجوه مهبول يعملوا كالحملات من نوع المجلولة هستيري وغير ذلك لم يعني فهم نوع من كل إنسان يتعرض لهم بحقاق يحبوا يعملوا ملف صحي وخاصة هذية لنساء هذي كهستيرية وهذي كمجنونة وهذي كغير ذلك شدت صحيح في الدوسة هذية وشدت صحيح على خاطر هي كانت من ناس اللي طلعوا على الأعمال متع اللجنة كانت تتفكروها تلك اللجنة متع التسفير اللي صارت في البرلمان اللي استمعت البرشة من ناس واحنا الملف هذية عليش نجموه نحكيه فيه هنا خاطر في العادة دي من نجنب نحكي في الملفات اللي ما قريتهمش احنا الملف هذية طلعنا عليه وقتها على برشة 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 حاجات موجودين في المظروفات بتاع الملف هذية وتتفكروا وقتها التصريحات اللي عملهم الدردوري عيسام الدردوري واللي هو من ناس اللي سمعتهم عنا علم به لكن وقتها وتحدثنا فيه باستفاذة كيف عيتوا للعريض من اللول كانت تتفكروا العريض في ملف هذية زادة مثل من اللول بحالة احتفاظ من بعد روح من بعد رجع يبحث سراح والبارح تم اصدار البطاقة الإداع فيه العبيدة تقول شنوة الجديدة هنين نحب نربط بحدث آخر الحكاية هذية متع التصفير من اللول عيتوا فيها للعريض والغنوشي وجميع اخرين معناها ما القيادات متاع النهضة لكن بعد في مرحلة ثانية شكون تم اصدار بطاقات إداع في حقهم قيادات أمنية فضحي البلدي عبد الكليم العبيدي وهنا كانت تتفكروا الأسبوع الفرد المحامي متاع عبد الكريم العبيدي خرج قال نعم قال راهو المناوبة متاعي قام بتصريحات أعترفه وستفاجئ الجميع وما يحبش هو يعتبروه شغك نوم يعني يعتبروه شمعة يعلقوا لها اللي هما عملوا دونك وحنا شنو استنتجنا قلنا هذي يظهر فيه عبد الكريم العبيدي عتصحيح عتصحيح على خاطر جاءت فترة طويلة عبد الكريم العبيدي هكا العام عمت له انتغفيو وفي الانتغفيو هذي كان ينكروا جملة وتفصيلا اللي هو فما حتى ملف متاع تصفير وحتى حد ما سفر وحتى حد ما عمل دونك تطور كبير إنه عبد الكريم العبيدي كيف صارت فيها البطاقة الإداع هذي جديدة علوه كيف فترة قريبة كنتوا تتفكروا كان يخشي وسيل الإعلام يقول أنا تمت تبريئتي من هذا الملف هذا قبل خمسة وعشرين وإنا بريء وكل حد بش يحكي على الملف هذي أنا بش نقاضيه وقاضع بيت صحيح اليوم صحفي دونك عبد الكريم العبيدي توا حسب محاميه قام قال هكيم كلمه هو تصريحات مدوية وفيها أسماء كبيرة وستفجأ الجميع دونك أين نتصور التصريحات اللي قام بها عبد الكريم العبيدي غير غريبة على إصدار بطاقة الإداع في حقها للعريف وفي الموضوع هذي كنت المحاميه إناس الحراث ترجمة نانسي قنقر